أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية صدور أولى تأشيرات العمرة البرية وقالت الهيئة في بيان إنه استكمال للموافقات التي نجحت الهيئة بإتمامها خلال موسم الحج مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية تم اليوم إصدار أولى التأشيرات البرية للمعتمرين العراقيين للمغادرة عبر منفذ عرعر الحدودي مشيرة إلى أن فتح منفذ عرعر الحدودي أمام المعتمرين يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة لافتا إلى أن ذلك سيسهم بتقليل الكلفة على المعتمرين وسهولة زيارة بيت الله الحرام